منذ قليل على حساباته الرسمية وعلى الموقع الرسمي تحت عنوان عاشت فلسطين حرة يعلن النادي الاهلي الحداد على ارواح اخواتنا الشهداء في فلسطين ويجدد رفضها القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للامال تجاه ما يحدث للاشقاء ويبدي النادي اسفه وحزنه لما يتعرض له الابرياء والاطفال والشيوخ والنساء ويطالب كل المجتمعات الانسانية اللي تقف مكتوفة الايدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصة ان المشاهد على ارض الواقع كشفت اهداف المستعمر ومخططات داعمية ويؤكد النادي الاهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة واراضيه عاشت فلسطين حرة شيء اللفت للنظر كمان وده اعتقد محتاج مننا كاعلام رياضي خلال الفترة اللي جاية يبقى فيه تحرك مهم جدا لان الاعلام الرياضي المصري او العربي ليه دور مهم جدا مع الاتحادات الاوروبية والاتحادات القرية فيما هو معناه تكميم الافواه لاعب مغربي يدلي برأيه ويعبر عن وجهة نظره يتم فسخ تعاقده لاعب جزائري يعبر عن رأيه يتم توجيه لها انظار بفسخ التعاقد اين حرية الرأي؟ اين التعبير عن حرية الرأي؟ للأسف ما حدث من بعض الاتحادات الاوروبية وهو حدث من بعض الاندية الاوروبية كشفت المسطور على ان الحديث عن الحريات والتعبير عن الحريات ما الا مجرد حبر على ورق عندما يتم استخدامه ضد القضية الفلسطينية ولكن هنا من ارض الكنانة من جمهورية مصر العربية الموقف واضح ومعلن وكل الدعم للسيد الرئيس والقيادة السياسية في الخطوات القادمة شعب المصري كله يقف وقفة واحدة لحماية الارض وللدفاع عن القضية الفلسطينية طيب اشتركوا في القناة